هذا وتتفاقم أزمة اللاجئين مع تزايد أعدادهم في العراق ويشكل اللاجئون السوريون الشريحة الأكبر منهم وذلك بحثا عن فرص عمل وتقدر أعداد اللاجئين السوريين وفق منظمات دولية بـ 260 ألف لاجئ في العراق بعد ساعة استراحة يعود يحيى إلى عمله في مطعم للمأكلات الشعبية وسط بغداد لاجئ سوري دفعته الظروف المعيشية الصعبة إلى الهجرة نحو العراق نشتغل دوام طويل ما يقادر 16-17 ساعة من غير استراحة عم نحاول أنه نصبر مشان أهلنا يتغربنا احنا وظروفنا صعبة جدا جدا كاقتصاديا وماديا بسوريا فرص الحصول على عمل بالنسبة للاجئين ولسيما السوريين منهم تضعفها أعدادهم المتزايدة أوضاع اقتصادية متردية يعيشها اللاجئون في العراق وهم لا يأبهون بساعات العمل الطويلة ما دامت توفر لهم ولذويهم مصدر عيش يسد رمقهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان حذروا من خطر ما يصفونه بالتراخ الدولي في معالجة الأوضاع الاقتصادية داخل بلدانهم الموضوع يحتاج إلى جهود دولية وجهود مجتمعية ومجتمع دولي بشكل كامل يحتاج أن يعالج هذه القضية العراق قادر على استيعاب هذه الأعداد لكن مع تزايد الأعداد ربما تقل فرص العمل حتى على العراقيين أصلا يعني وليس على اللاجئين السوريين أو غيرهما خلال أربعة أشهر فقط ارتفعت أعداد اللاجئين السوريين في العراق بأكثر من 12 ألف لاجئ ليصل عددهم إلى نحو 260 ألف لاجئ وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طرق عديدة يسلكها اللاجئون للوصول إلى المحافظات العراقية تبدو تكلفة السفر القانوني وتراخيص العمل أغلى بكثير مقارنة بالهجرة غير الشرعية فيما يواجه المئات منهم قرار الترحيل والعودة إلى نقطة البداية في أي لحظة مصطفى سلمان المشهد بغداد